موسيقى السلام من الله عليكم ورحمة وبركاته حياكم الله مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي وينت مشاهدين الكرام موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو اعتزام وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف جماعة الخوثي جماعة إرهابية القرار جاء متأخرا لكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي نتابع الكثير من ردة فعل يعني هناك فرحة عارمة من الناس من الناشطين من يعني عامة الشعب الشعب بهذا القرار خصوصا أنه يعني جاء في وقت تمارس ميليشيات الحوذي شتى عمال التنكيل بحلق الشعب اليمني منشورات كثيرة تغريدات كثيرة مشاهدين سنتابع لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا موسيقى أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد إذن أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستصنف أو ستعتزم تصنيف جماعة الخوثي جماعة إرهابية وثلاثة أيضا من قياداتها بما فيهم يعني العبد الملك الحوثي يعني الوزارة أيضا قالت بأنها ستعمل إختار للكونجرس الأمريكي يعني للتصديق لهذا القرار ولتصنيف جماعة الخوثي على أنها جماعة إرهابية موالية لإيران معذرة أيضا يعني إلى جانب عبد الملك الحوثي هناك بعض من القيادات منهم عبد الخالق الخوثي وعبد الله الحاكم أو ما يسمى بأبو علي الحاكم التصنيف يأتي لمخاسبة هذه الجماعة الإرهابية الخارجة عن النظام والقانون بأعمالها الإرهابية الأعمال الإرهابية التي تمارسها بحق المدنيين القاطنين تحت سيطرتها وكذلك حول انتهاكاتها العابرة للحدود واستهداف دول عربية بصواريخها الباليستية إذن حول هذا الموضوع كان للكثير من الناشطين والناشطات وكذلك رجال الدولة آراءهم حول هذا الموضوع واعتبار أنه أن القرار جاء صائبا نبدأ أولا بمنشور للشيخ عبد الرحمن صالح معزب الذي كتب حول الموضوع وقال قرار صائب وإن جاء متأخر إن لم تكن جماعة الحوثي جماعة إرهابية فمن هم الإرهابيون؟ إذا لم تكن الجماعة التي قتلت عشرات الإرهابيين فمن هو الإرهابي؟ إذا لم يكن تفجير الآلاف من المنازل من قبل الإرهابيين الحوثيين إرهاب فما هو الإرهاب؟ ومن هم الإرهابيون؟ إذا لم يكن تشريد أكثر من خمسة مليون يمن من بلدانهم إرهاب فما هو الإرهاب؟ إذن هو قرار صائب مشاهدنا الكرام بكل المقاييس والشيء الجميل في الموضوع أن الحكومة اليمنية تدعمها بشكل ثابت تصنيف جماعة الحوثية على أنها جماعة أو منظمة إرهابية تعمل أطراف خارجية على تمويلها لتدمير اليمن والاستهداف دول المنطقة وأيضا هذا التصنيف اعتبرته الحكومة حكومتنا الموقرة على أنه من أجل إنهاء الوضع المساوي الذي صنعته الميليشيات بحق أبناء الشعب اليمني إذن نستمر في المنشورات التي تصلنا تباعا عبر صفحتنا للبرنامج في الفيسبوك منها منشور لكامل الخوداني الذي كتب حول الموضوع وقال قضي الأمر الحوثي جماع إرهابية مثله مثل داعش والقاعدة لكن هذا القرار يحتاج رقابة من التحالف للكيوتين الحبوبين داخل الشرعية اللي مزبطين أمورهم مع الحوثي ويسهلوا أعماله ومهماته وجعلوا أنفسهم وشركاتهم وصيد ثالث ما بينه وبين الخارج لتسهيل استيراداته ونقل أمواله وسفر قياداته ودعم أنشطته وإعلامه وفضحهم كداعمين لجماعة إرهابية مشاهدين الكرام هذه الخطوة التي وصفت بالإيجابية من الولايات المتحدة بتصنيف جماعة الخوثي جماعة إرهابية جاءت بعد تقارير وإحصائيات سابقة على أن اليمن يعيش في أسوأ مرحلة تاريخية ومقارنة يعني بقية دول العالم وبحسب التقارير أيضا فأنه يوجد ثمانين في المئة من إجمال السكان في اليمن يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية يعني كما أن هناك تحذيرات من أن الملايين من اليمنيين يواجهون مجاعة خطرة أيضا نستمر في الكثير من المنشورات منها منشور آخر لسمير سمير الصلاحي الذي كان له رأيه حول الموضوع في كتبه وقال الخارجية الأمريكية تقر في بيان لها قبل قليل تصنيف الحوثيين جماع إرهابية وتضع عبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وأبو علي الحاكم على قائمة الإرهابيين المطلوبين دوليا رأي آخر لفؤاد القعقاع الذي كتب حول الموضوع وقال تصنيف ميليشيا الحوثي هذا حسب كلام بومبيو تصنيف جماعة الحوثي الإرهابية ضمن قائمة الإرهاب العالمي وعبد الملك وعبد الخالق وأبو علي الحاكم إرهابيين عالميين ميليشيا الحوثي جماع إرهابية من ينظر إلى جرائم ميليشيا الحوثي على المستوى المحلي مشاهدين الكرام يدركوا أن هذا القرار جاء في محله قرار صائب انتهاكات بشتى أنواعها قتل وتعزير للمواطن اليمني منذ أن خرجت هذه الجماعة إلى المدن وسيطرت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح ما يحدث اليوم مؤخرا في حيمتي تعز خير برهان على ذلك ظهرت مقاطع فيديو يعني يشيب لها الولدان والعناصر الخوثية يتبجحون ويستعرضون العضلات فوق جثث لمواطنين يمنيين يستعرضون بقتلهم يتفاخرون بسفك الدم اليمني هذا يرقى إلى أن التصنيف الأمريكي الأخير الذي تعتزم أن تصنف به جماعة الخوثي هو في محلة وقرار صائب الجماعة التي تصرخ دائما بالموت والموت فقط إلا لليمنيين إذن هذه جماعة إرهابية والجماعة التي خرجت منذ أن خرجت إلى المدن لم يرى المواطن ولا الشعب ولا اليمن منها إلا كل سوء إذن ما زلنا مستمرين في المنشورات أدنيس الدخيني كان له أيضا رأيه حيث كتب وقال بعد إعلان تصنيف ميليشيات الخوثي جماعة إرهابية لم يعد هناك أي عراقيل أمام الشرعية لاستئناف معارك استكمال تحرير الخذيدة ومختلف المحافظات ما لم تستغل الشرعية هذا التصنيف لتحقيق مكاسب على الأرض تغير موازين القوى فلا أمل فيها ويمكن اعتبارها أنها تسلم رقاب اليمنيين للميليشيات الإرهابية بالفعل هناك آمال كبيرة بعد هذا التصنيف أن يتم إنهاء اتفاق ستوكولم الذي قيد به القوات المشتركة من عملية تحرير محافظة الخذيدة والتوجه صوب العاصمة الصنعاء أيضا المساعدات التي تصل للميليشيات وبشكل متواصل إلى مطار صنعاء إلى موانئ الخذيدة المسيطرة عليها من قبلها والتي تعمل حتى على نهبها لم تصل للمواطن ولو خط الفسات هي تسخر هذه المساعدات الواصلة عبر مطار صنعاء وعبر ميناء الخذيدة لصالحها ولصالح مجهودها الحربي لكن الأمل الكبير هو في إنهاء اتفاق ستوكولم واستعادة المعركة الحقيقية الجمهورية لاستعادة مؤسسات الدولة والاستعادة اليمن المخطوف من يد عصابة الحوثي المرتهنة لإيران يحيى أبو حاتم أيضا كان له رأي حيث كتب وقال تصنيف الحوثي جماعة إرهابية نجاح كبير للدبلوماسية السعودية واليمنية الحوثي جماعة إرهابية أيضا هناك منشور آخر ليحيى أبو حاتم يعني أبدأ رأيي حولها ماذا ستقوم الحكومة اليمنية بعد هذا التصنيف ما هو العمل المتطلب من الحكومة أن تقوم به لتحرير الأرض وتحرير أيضا المخافضات التي خضعت لسيطرتهم المطلوب أن هناك تحرك جدي أن يتواجد التحرك الجدي والنية الصادقة والعزيمة المخلصة لتخلص البلاد من شرور هذه العصابة الإرهابية يعني لم لا يوجد أي عذر للحكومة الشرعية في ذلك خصوصا بعد هذا التصنيف الأخير إذن كتب العقيد يحيى أبو حاتم وقال هل ستقوم الحكومة اليمنية بإعلان الحوثي جماعة إرهابية ويتم التعامل معها على هذا الأساس هل ستحظو الجامعة العربية ومجلس التعاون الخريجي حظوى الولايات المتحدة الأمريكية في تصنيف جماعة الحوثي ضمن الجماعة الإرهابية إذا نسئل مشروع مشاهدين الكرام يعني أراء الكثير من الناس يعني حول ما ستقوم به الحكومة الشرعية الآن الدور الأكبر هو للحكومة أولا لنقض اتفاق السويد وعطاء الضوء الأخضر يعني القوات المشتركة للتحرك الجدي صوب مدينة الحديدة وتحريرها وتحرير موانئها الخاضعة لسيطرتها والتي تصل عبرها المساعدات الغذائية التي تعمل على نهبها وأيضا الأسلحة القادمة من إيران بالانتقال مشاهدين الكرام إلى منصة التواصل للاجتماعي تويتر يعني الكثير من الناشطين أبدو أيضا آراءهم خول هذا الموضوع وخول هذه القضية وأيضا هناك فرحة عارمة من الناس بهذا القرار القرار الأخير الذي أتى متأخرا لكنه يعني أعاد الأمل لليمنيين بالخلاص من جماعة الخوثي وتوحيد كامل القوى الوطنية لمواجهة هذا الصلف ولمواجهة هذا الكهنوت والإرهاب إذن تغريدة لوليد القديمي الذي غرد حول الموضوع وقال خطوات إيجابية في مسارها الصحيح رغم أنها متأخرة جدا سيعرف العالم أجمع الآن أن جماعة الحوثي إرهابية كما تحدث عنها كل اليمنيين وما زالت جماعة الإرهاب الحوثي تقتل وتفجر وتشرد وتعتقل أبناء اليمن وسنة 2021 بداية مبشرة أولها تنفيذ اتفاق الرياض واليوم تصنيفها من أمريكا هنا نتناول تغريدة وردود وأفعال الناس حول هذه التغريدة وحول هذا القرار للخارجية الأمريكية التي أكدت أنه سوف يتم تصنيف جماعة الحوثي على أنها جماعة إرهابية وملاحقة وأيضا إعلان أن القادة المسؤولين على هذه الجماعة أنهم مطلوبون أمنيا وكذلك هي بداية مبشرة ومبداية فيها من الخير الكثير وأيضا بالسنة الجديدة فرح بها الكثير من الناس بهذا القرار الأخير التغريدة لوزارة الخارجية الأمريكية نستعرض هذا إدراج جماعة الخوثي أنصار الله في اليمن على قوائم الإرهاب من شأن التصدي لنشاطها الإرهابي والسعي لردعي أي نشاط خبيث آخر للنظام الإيراني في المنطقة تغريدة جاءت لسعيد القاضي الذي غرد بعد هذه التغريدة للخارجية الأمريكية وقال أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبدا حسنا فعلت الإدارة الأمريكية بتصنيف ميليشيا الخوثي الإيرانية وعلى رأسها الإرهابي عبد الملك الخوثي جماعة إرهابية تنظيما وقيادات بقي جميع الميليشيات الشاعية الإيرانية العراقية وعلى رأسها كل المعممين الذين ينفذون أجندة العدو الإيراني أما عبد الله أو عادل عبد الله السرحي الذي كتب يعني ما بعد هذا التصنيف ماذا ينبغي بعد هذا التصنيف على الحكومة الشرعية وعلى الإدارة الأمريكية على وجه الخصوص حيث غرد عادل وقال الإدارة الأمريكية تصنيف الحوثي جماعة إرهابية ينطج عن ذلك انتهى اتفاق ستوكول عدم الاعتراف بأي اتفاقيات يقودها المبعوث الأممي عدم التعامل معها وهذا سيقطع الطريق أمام حزب الأخوان عدم تعامل المنظمات الدولية معها الحرب عليها أصبحت مشروعة يتم تجريمها في المحاكم الدولية إذن هذا الذي ينبغي بعد أن يتم تصنيف هذه الجماعة على أنها منظمة إرهابية وأيضا ينبغي تحرك جدي تحرك دولي إذا هذا التصنيف الأخير وأيضا حتى تثبت النوايا وتثبت صدق نواياهم بأن هذا العمل صادق وبأن الخوثي جاء كإرهابي على الشعب اليمني وعلى المنطقة بشكل عام الحوثي ما هو إلا أدى لتنفيذ مخطط لإيران للقضاء على المنطقة وزعزعة أمن واستقرار الشرق الأوسط لكن نأمل أن هناك أيضا تحرك تحرك للقوى التحالف العربي وأيضا أن يحظو حذو الإدارة الأمريكية بهذا التصنيف ويتم تصنيف جماعة الخوثي على أنها إرهابية فعلا ويتم أيضا تحريك القيادات المخلصة لهذا الوطن في جميع جبهات القتال وتخلص البلاد من شرور هذه العصابة الخوثي لا يمثل خطرا فقط على اليمن وإنما على المنطقة بشكل عام أيضا هنا تغريدة أخرى لبن عفاش الذي كتب حول الموضوع وقال بعد قرار الإدارة الأمريكية تصنيف جماعة الخوثي جماعة إرهابية فإن مهمة العميلة الأممي جريفث انتهت في اليمن بالفعل دل لحاجة لجريفث الذي يعمل على التنقل ليلا وانهارا بين منطقة يمنية وأخرى وبين دولة وأخرى الشعب اليمني لم يرى من جريفث ولا من تصرفاته ولا من أفعاله أي جديد ولا أي خير فقط سوى المماطلة وإطالة أمد الحرب أيضا هنا تغريدة أخرى لمنصور الذي كتب حول هذا القرار الأمريكي الأخير وقال بدري لو تم تصنيف الخوثي جماعة إرهابية منذ فترة لكان الوضع أفضل بكثير يا الله أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل مشاهدين الكرام هناك فرحة أيضا عربية عارمة بهذه الخطوة الإيجابية بتصنيف الخوثي جماعة إرهابية ليس فقط على الشأن المحلي وإنما العربي أيضا هنا هاني مسهور كتب وغرد حول الموضوع وقال مع تصنيف الخوثي جماعة إرهابية فإن جرائم الحرب التي ارتكبت ميليشيا الخوثي في عدن عام 2015 يجب تقديمها لمحكمة الجنايات الدولية أما علي ماجد فكان له رأي حيث غرد أيضا وقال وأنا بدوري وأيد القرار الأمريكي بتصنيف جماعة الخوثي جماعة إرهابية هنا أيضا بعض الجرائم الخوثية مشاهدين الكرام والتي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية يعني هنا تغريدة لحصاد سنة كاملة لحصاد العام 2020 وما قامت ميليشيا الخوثي بارتكابه بحق المواطنين نديم اليماني غرد وقال ميليشيا الخوثي الإرهابية انتهاكات وجرائم مرعبة بحق اليمن واليمنين وهذه الأحصائية لعام 2020 فقط فكم حصيلة لجميع السنوات السابقة وعن جرائم ميليشيا الخوثي المستمرة بحق أبناء حيمة تعز مشاهدين الكرام غرد أيضا الأستاذ محمد أنعم وقال اشتاحت ميليشيا الخوثي الإرهابية من طقة الخيمة تعز وارتكبت مجازر بحق سكانها وما زالت تفجر المنازل وتختطف الرجال والنساء فيما الجماعة ومن باب المكيدات مشغولين بعدن عدن ورئيس وأعضاء الحكومة لم تهزهم صواريخ الخوثة في مطار عدن افهموا عدوكم إذن هذه الجرائم مشاهدين الكرام كفيلة بأن تجعل من ميليشيا الخوثي منظمة وجماعة إرهابية منذ الأزل منذ أن سيطرت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح في العام 2014 يعني ليس فقط من اليوم هو جاء متأخر القرار لكن منذ أن اقتحمت الميليشيات في العام 2014 المؤسسات الدولة هو عمل إرهابي بكل المقاييس عمل ميليشاوي فبالتالي القرار كان صائبا وفي مقل ونأمل أن يكون هناك أيضا تحركات جدية من قبل جميع القوى الوطنية وتخلص البلاد من شروري الخوثي أيضا نورا الجروي كتبت خول بعض من الجرائم الخوثية التي حدثت والتي أقدمت عليها ميليشيات الخوثية حيث كتبت وقالت عناصر ميليشيات الخوثية يقدموا صباحا الأحد بالاعتداء على ثلاث نساء في عزلة مقبنة غرب تعزثنا ما كانت النساء يجلبنا الماء من البير وإجبارهن على توفير الماء إلى نقطة أمنية تابعة لهم وعندما رفضنا قاموا بضربهن بشكل مبرح وصحب أحداهن بشعرها على الأرض أمام الجميع وحول ابتزاز المنظمات الدولية مشاهدين الكرام غرد الأستاذ محمد أنعم وقال الخوثيون من جديد يبتزون المنظمات الدولية ويهددوها بالطرد ويقيدون حركتها ويمنعون أنشطتها ومشاريعها إلا بموافقة منهم يريدون الشعب جوعا وصلنا مشاهدين الكرام مشاهديتنا الكريمات إلى ختام هذه الحلقة ليومنا هذا نلقاكم يوم غد في خير وعلى خير دمتم دام الوطن بألف سلامة وعافية إلى اللقاء